وهي المواد التي تصنع منها الكمان وجه الكمان مصنوع من خشب اسمه خشب السبروس بالانجليزي والسبروس هو أحد أنواع الأجدار الصنوبرية أما خشب الظهر والأطراف والزنت مصنوع من الميبل تري بالانجليزي بالانجليزي وأقرب ترجم إلى الميبل هو شجر القيقب أما خشب الدوزان الأسود وخشب الفينجر بورد وخشب التيل بيس الذي نربط فيه الأوتار وخشب الدأنية الأسود فهو خشب الأبانوس والأوتار بتبعكينا سابقة ممكن تكون مصنوع من مواد معدنية من مواد صناعية ومن زمن كانوا يصنعون من أمعاء الحيوانات أما أوص خشب الكمان بيكون مصنوع من خشب اسمه برنامبوكو خشب برازيلي وأحياناً بيكون مصنوع من العاج أو من صدفة السلحفات ولكن هاي المواد اللي جاي من الحيوانات مثل العاج وصدفة السلحفات انمنعت رسمياً كان معكم يا أسلماني بحلقة جديدة من مايسترو السلام